وأخيراً جدعان الفيديو اللي بنعمله كل سنة وصل كمان ثلاث دقيق بالضبط إفنت قبل هيبدأ وهيعلن فيه عن الآيفون الجديدة كلها السلسلة كاملة وطبعاً ما لو فيه ساعة جديدة أو حاجة فهنعرف ايه المنتجات الجديدة كلها دلوقتي في فيديو بس المرة دي بقى أنا عملتها مختلفة شوية قلت بدل ما تفرج على الإفنت كل واطلع وقول لكم الملخص إحنا هنعمل ملخص أول الإفنت هيبقى الفيديو قصير إن شاء الله ولكن هنكون كأننا نتفرج عليه مع بعضنا وانتو عشان حتى تنظر أكشاناتي لايب كده انتفهم اللي هو لو حاجة عجبتني هتلاقيني أنا مبسوط لو حاجة ما عجبتني هتلاقيني محبط جداً في الفيديو عادي أنا معرفش أي حاجة لحد دلوقتي نقول لكم كل التسريبات الرسمية قبل كده في فيديو وكنتبقى ترجع له بعدين نشوف إيه التسريبات اللي فعلاً حصلت وإن اللي ما حصلت ولكن أتمنى يكون الإفنت حلو يعني ونتفرج عليه مع بعض كده دلوقتي ونتبسط يعني أتمنى والله العظيم قبل ما تغزلناش يعني وهم إنك لازم دلوقتي حالاً تحضر مشروب القهوة المفضل لك أنا جاءت دلوقتي معايا بص كل الكوبة دي قهوة والله أنا أعود بقى نشربها مع بعض بقى إيه وانمخ كده في الإفنت ده أتمنى بس إن هم ما يقفرواش في الأسعار قوي هم التوقعات قالت إنه هو تقريباً مئة دولار زيادة كل نسخة يعني أتمنى يكون فيه تجديد فيه حاجة مبهرة بدأنا بكسراته ولا أي حاجة طبعاً لحد الوقت عائل صغير بيغيرونه بعيد أيوة يعني إيه الحوار دلوقتي عملين يبركوا البعض عيد ملادين ده أنا مش فاهم أمام أنت إيه رأيك في القميز بس قول لي كده رأيك لحد الوقت هم من إنهم بعدين بيتكلموا ما بميوش عاجة يعني بيقول لك إزاي بقى الأبل ووتش ساعدت الناس إنها تبقى عايشة حرفياً لإستخدام من الخاصاتها في الاميرجنسي مثلاً إن هو عمل حادثة ومش عارف إيه والساعة اتصلت بالناس وكده ياه واكتشف إن عندها كانسر هارت ريت العالي بتاعها كان عنده مشاكل في القلب وبتاقى يا جماعة خلاص ياماعة والله الساعة مهمة جداً أيوة أمام التيم كوك هو الحاج الجميل في الدنيا شمسي عندهم إحنا الدنيا برا ضلمة أصلاً وعندك دلوقتي تتفرج ضلمة جود مورنين أيوة يا عم عم دلع السلامة ماشي هيعلنوا عن المنتجين بس الايفون والأبل ووتش طبعاً هيبدأوا بالأبل ووتش الأول عشان الناس لو عرفت الايفون عطولها تخرج أيوة بقى الترانزيشن والحركات والحيكي والميكي والحاجات الجميلة دي أنا أحبها والله منظر رهيب ثاني جماعة والله عرفنا إنها بتساعد الناس كمل ماشي طبعاً أكيد يبقى مساحة الشاشة أكبر استغلال مساحة الشاشة وكده حواف أقل ماشي نفس الشكل نفيش أي جديد فيها لحد دلوقتي فيش أي حاجة حماسية بس تقريباً بالحركة دي عاماً هينقلنا بقى جاف لديدرا ديدرا بقى هي اللي هتنقلنا للماشي الشباية الجديدة بتاعتهم الاس ناين 60% أسرع من السيريز 8 والجي بيو أسرع والكلام ده كله دخلي الاني مشاق معك سريعة بتاعت الساعة وكده بتقعد معك 18 ساعة تشغيل يعني وفيش أي حاجة مبهيرة والله كل ساعات العالم بتقعد بالأسبوع والعشر تيام وانتوا لسه يوم انا مش فاهم بجدد ستبقى أسرع بقى لأنها تبقى أسرع على الساعة لحد لو كنتها فكرة فيه بربع جنيه حاجة مبهيرة يعني خليه اقول لك دي فكرة حلوة انت تقرب الساعتين من بعض ينقل لك على طول البيانات بتاعت الراجل ده واندال ده نفس فكرة الايفون الجديد برضو الاي او اس الجديد بتاعه حلوة دي برضو الفيتشر دي انها تعرف انت الايفون بتاعك فيم من خلال الساعة لو انت لابس الساعة ترى هي بتحدد المكان هو كام فيت منك تفهم المسافة بتاعته وبتقول لك كمان الاتجاه ده ولا الاتجاه ده تفهم ماذا لما حد يرن عليك يعني والتو ساوزن نتس الإضاءة بتاعتها بتوصل دابل ماشية كاتت سيريوس ايت ألف دي دلوقتي الفين نتس تمام فهتبقى يعني واضحة اكتر جدا تحت عشارة الشمس وعلى فكرة انا معي السابن ووالله واضحة جدا يعني الرجل حطت خلفية كلب او طبعا بعمل حركة دي كتير او انا في الامتحان عشان ما حد اشعرف ان لا بس اسمارت فيه جشور جديدة هيستخدموها دابل تاب الحركة دي الحركة دي جامد ايو على فكرة رد على مكالمة مرتين جامد اوي حد بيرن عليه بص يعمل ايه تيك تيك كده او خلاص رد على الرجل جامد اوي الحواردة جامد اوي وبرضا عشان يقفل بها المكالمة اللي هو بيتكلم سلام ايو اعمل كده او مرتين شكرا على كده وممكن تقفل بها مثلا تايمر او توقف اغنية واللي قادر يعمل الحواردة البروستور الجديد مرتين طحفة والله طحفة يجيب لك كل السيطوائشن اللي انت ممكن تستخدم فيها دراعك والدراع الثاني انت عايز ترد بي ومش عارب فهم مثلا فيتشر زي دي هتنتشر في كل ساعات الاندرويد تتلاقي سامسونج بتقلتها او هواوي وتقلتها او اونر بيقلدها وكذا والسلبر والماشي ماشي ماشي طبيعة بقى ام الطبيعة قال يعني الطبيعة جات لهم المكتب هتشتكي بقى من البلاستيك وكده هتحافظوا عن بيقى ازاي تفضلوا عاجبان الفكرة تهلي اسكتش ده كل ما كاتبهم وكل الحاجات دي هتبقى بتشتغل بالكهربا المتجددة والكلام ده كله بس مين عين دي ام الطبيعة انا مش عاين فكرة ان دي هي الطبيعة هاني تمام اوكي جاد والله حلو حلو ان اسكتشو فيتام سيلو بتاع بس تبقى عملها كده طبعا تبقى حاجة نيلة خالص ولا حد بقى اشتري هاي القرف ده بس شكلها يعني بس تبقى تبقى على الساحل وبس شكلها من قريب كده ايه حرفين فجل بتشباية جديدة وحوار الدبل تاب شكرا على كده بجد ده الحاجات المحسوسة او سيري بقى انها تبقى سريعة معاك في التجاوب ايوه ابل واتش ألترا ايوه ابل واتش ألترا هيعملوا ابل واتش ألترا جديدة لحد 3000 نتس بجد مش محتاجين للأرقام الخزعبلية دي طوروا البطارية انا مش فاهم بجد والله العظيم وخيب جدا للأمال لحد الوقت انا شبتش حاجة جديدة 36 ساعة دي احلى حاجة كانت فيها ابل واتش ألترا 1 72 ساعة في اللو باور مود ولا اي حاجة انا فكرة الساعة بالنسبة لي محبطة جدا يعني اظن ان انت لو مش شاري ابل واتش عموما اروح حيات الجديدة دي عشان حوارات الجديدة بقى الدابل تاب والحوارات هتتبسط بيها اكيد وانا هتبسط بيها لو جبتها والله بس مش حاسس بالأبريد الواو عن الساعة اللي معايا ده سعر الابل واتش اس اي الجديدة السيريز 9 الجديدة وسعرها كان مقاة يا لهوية 400 دولار 800 دولار للابل واتش الترا 2 ممكن يبدأ من النهار ده لحد ويوصل 22 سبتمبر نخش بقى على الايفونات نخش على الايفونات بقى ايه الايفون الجديد الايفون الجديد او لون كم نخش بيها وله موضوع الروان وهذه الاصبع الواجب الترا بدأ ايه الايفون الجديد او الاسفر والاخضر والبل او الابني ونسوا الواجب التراس bitcoin لا يوجد اي ايفون لأنها اي اي افن اي 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 او الواجب التراس والديناميك ايلند مفيدة كمانا باستخدمها في الحوارات الواجبية هتنم بيها اكيد تنتين في السفر مثلا يبقى انك الطائرة بتاعتك امتا والكلام ده كله شكلها هتفضل 60 هرتز يعني قلت لك OLED و SuperRating XDR Display وشاشة وما قالتش 90 هرتز ولا اي حاجة شكلها هتفضل برضو 60 هرتز بتصل لألفين نتز تحت عشرة الشمس دعف الشاشة بتاعت الفورتين الحواف كلها بقت بقى بقى سنة دائرية كده بقى الحفة دى جمد اوى اقصدنا مسكتها تبقى حلوى اوى الكاميرا بقى ايه الكاميرا الجديدة في ايفون 15 تطد كدعين الايفون بقى مدور كده شكله احلى كتير اوى على فكرة 48 ميجابيكسل الكاميرا الرئيسية ايفون 15 يوضحك صور فيها تفاصيل اكتر طبعا تعرف تزوم فيها كل 4 بيكسل يتضموا في 2 مايكروم بيكسل لكي أعطيك ممتاز يعني أنه يعرف إلقاء تضغط كويس يأتيك في الأخر 24 ميجابيكسل بريزوليوشن عالي فيها تفاصيل وفي نفس الوقت تصبيت القضاء ربسائها حلوة فعندك 2x تلي فوتو كأنك معك حرفين الكاميرا الثالثة فكرة سائعة قوي والناس كنتمدلقة منها فعندك 2x حلوة دي قوي على فكرة الميزة دي عجباني جد خلاص بقى عندك الالترا وايد والوايد والتو اكس كمان في الايفون 15 العادي هتحدث مريم دي بنت خالك يا مريم هتحدث عن الكاميرال الجديدة فصد koş لي يا مريم تعديل جديد فيезде لا تخذ عليها الاتف Mini واحدة بتصول程تها ثم تستاهل الصورة ثم تستطيع اكت bamboo ثم تكون صفравля guerra قد قوية جدا وفي الشمس وكده ازاي الصورة تطلع حلوة ومش ملسوعة ولا اي حاجة انت فاهم انا في رأيي بجد السنة الى الفتين والفتين بلاس دول هايبقوا احسن من الفتين برو انهم كسعر ارخص منهم وهيبقى مواصفاتهم قريبة جدا زي ما انت شايف كده اصلا حتى الكاميرا دي بقى الفيتشار كلها بتاعت الكاميرا مع الـ 48 ميجابيكس الكاميرا جامد طبعا هيقول لك ايه الاسك ستين بايونيك ايه الاسك ستين بايونيك مش هيدوك لشباك جديد همعلم هايسبوها للفتين برو بس عموما الاسك ستين ممتازة معي هنا في الفتين برو بجد قوي جدا حلوة دي اوي انت واحد صاحبك مع ايفون وانت معاك الايفون بردو تقدر من على بعد اصلا كبير جدا تعرف هو فين دلوقتي ويبدأ يقول لك امشي كده وهو خلاص بيقرب منك بيباد عنك الكلام ده بس قليل انت قابله بالحوار ده اه بيقول لك انت كنت تصل على بعضه وترايحه نفسك يقدر ان هو يعمل حوار الاميرجنسي ده واصلا عادي خلاص بابل ساتيلايت والكلام ده كله يعني موجود في كل دول العربية عموما دلوقتي لسه تزاوده اسبانيا وسويسرا يعني يوسيسي اخيرا الله يخرب انت ابوكوا اعرفتونا من اللايتنج ده يا جماعة بابل الحوار ده اخيرا مش هشيل كذا كابل معي بقى خلاص سرعة الشحن بقى هتعلى العراقب احسن 48 اينجا بيكسل المح African 2i الشاشة الاسف دول دولار عام尤 whoops 10 ثانة하는데 هتولاد 128 جيجا بايت هشتeen الفقه mais ا Connecticut كلهم اليوم Präsident تايتانيوم؟ اوه زرار الموت تغير عام بتاحة زي ما قاله يا ولاد اللي عجيبه انا مبسوط من الحوار ده مبسوط من زرار الموت الجديد ده ده اني شوف ايه بقى في عديته فعلا بقى بالفيد باك كده واختاعه وخلاص ولا ايه اكتر حاجة بريميم يستخدمه واصلا موبايلاته بريميم فاشخ يقولك ده بقى بريميم اكتر عشان ما قاله اخف جرام تقريبا واقل بوردرز في اي ايفون بص بص الحاف صغيرة زي بجد انا بحب البرو جدا حاجة بتاعه بيقمون يا حسين بني يلا ايزابيل وررينة بقى تكلمي عن التايتانيوم الجديد بتقولك على المكوك الفضائي اللي راح المريخ ده نفس الماتيريال اللي عليك متخيل بقى المفروض بقى مبقاش ميتخربش بقى والكلام ده انا ستدهر الايفون بتاعي والله واخد خاتش كده انا مش عارف من ايه وانا حطه في الجرام لـ 24 ساعة اكشن باطن نفس الموجود في الابل واتش الترا هو برضو نفس الكلام وظيفته انه سايلنت برضو كده اه تضغط وتثبت عليه ويقاملك هابتك فيتباك بقى وانت بتعمل حركته حتى يحرفك ان انت عملت ميوت ولا لأ وتقطت تثبت عليه كذا اكشن تاني انه يقدم ممكن ايدي كشاف منها مثلا انجم ده اوي او يسجل اوه يسجل الصوت بس مجرد لمسك ليه انتفهم شوف بدل ما هو بقى ازرار ميوت دس لا هو بقى ليه كذا لازم لا تعملوا لايك اجد عمبر جول اعمل لايك وسبسكرايب لو لسه ما عالتش ازعل منك اقدر المجود ده احنا بلنا ساعة من ساعة ونص بنصور شباية اسمها اي سيفنتين برو مش اي سيفنتين عادي سمها برو انت متخيل عاملة ازاي بقى الاسكستين اصلا كان اقوى معالج في الدنيا متخيل بقى ده اي سيفنتين برو اول شباية تلاتة نانو متر في العالم ساعتاشر بليون ترانزيستر 10% اسرع هل كانت على الجيق Baz Andy لماذا اللد ذهب الكاميرا فصلت هل لا نكلم كتير عام نصور ثانا ده اصلا اسرع كtypus سواء اندرويد او iphon 30 مليون لاملاء فوق jätte بعنم اعجائات ربعة جديد عاملة in這個是 GPU primero يساعد في الفيديوهات کےasiعلىOO ال iPhone toss Care Google جميع Thema وانت octares جدا Pro Class GPU ويحافظ لك كمان على بطارية موبائلك لا يستهلك بطارية جدا ويضيفوا حاجات جديدة ويستهلكوا بها قوة المعالج كلهم يقولون لك ألعابنا شغالة أحسن حاجة على الايفون الجديد شكرا تفهموا لك مختبعين للألعاب نفسها يقول لك بقى في ألعاب جديدة كمان هتيجي للآيفون 15 برو مخصوصا كنت أصلا شغالة قبل كده على البي سي والنك بس لا دلوقتي هتشتغل على الايفون الجديد ميشا هتنقل لنا الواحدة في اسمها ميشا هي اللي هتكلمنا عن الكاميرا 15 برو و البرو ماكس اتمنى نسمع حاجة جمدة ميشا ده فلع راجل انا اسف انا اسف يا عم ميشا هي 48 ميجابيكسل عادي لكن تكنولوجيا اعلى من الـ 50 العادي احسن في الإضاءة الليلية و احسن في البرتري و احسن في كل شيء ميشا هي 48 ميجابيكسل مثل الـ 15 العادي الصورة فعلا رهيبة يديك التفاصيل الكثير في الصورة مع الإضاءة الكويسة زي ما اتتفقنا قبل كده احسن مرتين في الإضاءة الليلية يقولك الصورة دي في إضاءة يعني تعبانة انت فهم هتخيل انها تلاحب الجمال ده والألوان الطبيعية و مفيش نويز قوي يقولك حتى التفاصيل بالليل بص بينا كيف تباين خامت اللي هو لابسه ايوة زوم بقى وصلوا الكم تقدر تعمل بقى زوم لحد بكم عشان سامسونج معلم عليكو عاملة 100x زوم يعني في سامسونج ايوة تفضل خمسة خمسة اكس تلي فوتو كاميرا خمسة وعشرين في المية سنسر اكبر يعني بيقولك من الاخر كخمسة اكس دي احسن كاميرا في اي موبايل بيصور خمسة اكس بس هم ما وصلوش برضه للمية اكس بتاعت سامسونج مش عملوه مش حافين يعملوها انهم كان في التسريبات بيقولوا والله ممكن توصل اعلى من كده اعلى من خمسة اكس بقى فيه تايب سي فسهل النقل يا جماع انتم متأخرين اوي الناس كلها شغالة في تايب سي انتم بس اللي كنتوا لايتنج يعني تمام كواليتي رهيبة وفريمات اعلى كمان عشان لو عايز تعمل سلو موشن او حاجة خلاص هو بقى مناسب اكتر كمان الفيلم ميكرز كمان وهيخدمهم اكتر يعني بقى فيه زي بتقول كده ايه تفاهم ما بينهم اوي فان انت تعرض الحاجات التي تصورتها بي على الابل فيجن برو يعمل لك 3D فيديو وده طبعا تستخدمه في الابل فيجن برو فيبقى الدنيا جمد اوي انت تفرج عليها بالمفضارة بتاعتهم بتصور 3D بالموبايل يا الله ربي ده كده انا على الجبروت جبابرة هم جبابرة في الحاجات دي بطارية اكبر برضو بيقول لك 5 اكس زوم تايب سي الاس 17 برو الشباية الجديدة سعره كان معلم ثلاث كليات ارمي ثلاث كليات على طول بس بتكلموش على سرعة الشحن برو ايدي طب حلو البروب اه اه ال 5 اكس تبقى في ال 15 برو ماكس بس فيبقى 1200 دولار من 256 جيجا بايت انما ال 15 برو هيبقى من 128 جيجا بايت بس ال 5 اكس تبقى من ال 15 برو ماكس بس الجمعة الجاية ويوم 22 سبتمبر تبدأ بتشتري على طول 22 سبتمبر خلصنا يا جدان ام الامنت خلص انا والله العظيم انت لو لم تدعس لايك لحد الوقت فعلم ان الشيطان مرعك فقالنا ساعة ونص رغم متواصل اسعار الايفونات طبعا 1500 دولار 1500 برو 1000 دولار 1400 دولار انا شايف ان الاسعار الحمدلله الففتين برو والففتين سعرهم كويس جدا جدا البرو ماكس طبعا اللي غالي عشان علولك الستوريج بتاعته انا شايف جدا ان الففتين الموبايل السنادي بجد رهيب استهل سعره جدا حرفيا في فتجرس جديدة عالجة كل مشاكل الفورتين والسلتين والتولف ونفس الكلام برضه لو من نسخ البرو انا بفضل جدا البرو هجيبه السنادي لي انا فهم انما البرو ماكس انا بحب بصراحة الكبير وفي نفس الوقت غالي جدا زيادة لدون 200 دولار ازياد بس جدا عندي كان ملخص سريع لابنت ابل اتمنى اتكون عجبتكم الطريقة الجديدة في قليل رأيكم تحت في الكمنز دلوقتي انت تعجبكم الحوار ده ولا لا ولا بعد كده السنة الجاية نبقى ان اتفرج عليه انا كنت مبسوط وانا بقى فهم بريعكت عليه حسن انها تبقى احسن كمان لكم كي اننا بنتفرج مع بعض بس يا جماعة انا هقفل دلوقتي الفيديو وهروح امانتجه ويا رب ادعولي ان ازل الفيديو النهاردة يعني انت طبعا لو شفتوه خلاص فانزل النهاردة الحمدلله تمت العملية لو ملحيتش انزل بكرة بس انا هعيط لو قالي الساعة ونص بصور همانتش الحاجات دي وانزل لكم ان شاء الله اصر على وقت ممكن وطبعا لو لسه ما شفتش الفيديو اللي عملناه اصلا للآيفونات الدوميز دي الهايكل بتاع الففتين برو اصلا فشوفوا من الآية اللي فوق فيديو جامد جدا الايفونات على حقيقية حرفين بس هي مش ايفون حقيقية وانزل لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة